استقبل رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوى اليوم الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن انفيد حسين بحضور رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أحمد محمد الكحلاني جرى خلال اللقاء مناقشة الجهود المبذولة لعادة النازحين من محافظة أبيان إلى مدنهم وقرأهم بعد تطهيرها من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي والتعاون القائم في هذا الجانب مع المنظمات الدولية لتأمين عودتهم وإجراء الترتيبات اللازمة لعودة بقية النازحين وأبلغ رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وممثل الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأخ رئيس الوزراء أن عودة النازحين إلى محافظة أبيان يتم بوتيرة عالية وأوضح أن عدد الأسر التي عادت بلغت حتى الآن 22350 أسرة وأكد في هذا الصدد أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة وتعزيز التعاون بين الحكومة والمنظمات والدول المانحة لليمن لتأمين عودة بقية النازحين والتسريع بالجهود الجارية للبدء في عادة إعمار محافظة أبيان وتناول اللقاء الرؤى المتصلة بإعداد سياسة الخاصة لإيجاد الحلول الدائمة والاستجابة السريعة للنزوح الداخلي في اليمن حيث وجه الأخ رئيس الوزراء بهذا الشأن وزارتين الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بإعداد هذه السياسة بما يساعد على إيجاد سياسة وأليات واضحة للتعامل مع التحديات المختلفة جراء عمليات النزوح ترجمة نانسي قنقر